بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلبة وطالبات السف الثالث سنوى الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة محاصيل الحق لجميع التخصصات كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك وزي ما تعودنا دايما من برنامجكم في باية المدرسة دايما بنقدم لكم الجديد والمتميز في مادتنا مادة محاصيل الحق في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض في مادة محاصيل الحق لعن عناصر تنمية الانتاج المحصولي واخدنا عنصرين مهمين جدا وهو عنصر خزب التربة والعنصر الثاني كان خاص بالتكسيف المحصولي والانتاج المحصولي العنصر الثالث من عناصر التنمية المحصولي وهو الدورات الزراعية علشان نفهم يعني ايه دورة زراعية لازم نفكر مع بعض احنا كلنا بنحب كرة القدم وبنحب الرياضة فاحنا في شهر رمضان الكريم هنعمل دورة ايه رمضانية يعني ايه دورة؟ يعني احنا في مجموعة فرق هتتكون فرق سين وصاد وعين دول هيتكونوا هيلعبوا بعض على ملعب معين في وقت معين مدة الموتش مثلا ساعة ونص على شوطين كل شوت 45 دقيقة يبقى احنا كده مثلنا الفرق اللي هي هتلاعب بعضيها مجموعة فرق هنعتبرها دي مجموعة المحاصيل اللي هي هتتزرع ايه في الارض عندنا الملعب موجود اللي هي المزرع بتاعتنا او الحقل اللي احنا هنزرع ايه فيه تبديل الوقت كل شوت 45 دقيقة و25 دقيقة دي هنعتبر اللي هي التعاقب والتبادل المحاصيل في الارض المعينة او اللي هيتم تنفيذ الدورة ايه فيها فالدورة الزراعية مهمة جدا جدا للمزارع والفلاحين والارض عامة لانها بتحسن من خواص الطربة وبتحافظ على خواص الطربة وخصب ايه الطربة من التدهور واهم معامل من ايه من عوامل الانتاج المحصول احنا نتحدث مع بعض عن دورات الزراعية تعالوا نشوف تعريف الدورة الزراعية قلنا تعريف الدورة الزراعية زي ما احنا وضحناها مع بعضينا كفرق كرة قدم انها عبارة عن نظام تبادل و تعاقب المحاصيل في قطعة ارض معينة والفترة الزمنية ايه معينة يعني ايه نظام تبادل و تعاقب يعني انا زرعت نص حسب الدورة لو انا عندي دورة ثلاثية او دورة ثنائية هزرع نص الحقل او تلت الحقل بمحصول على سبيل المثال كمحصول البرسيم المصري هاجي السنة بعدها مكان البرسيم هزرع محصول ايه تاني وليكن محصول ايه الامحة السنة الثالثة هزرع مكان الامحة هزرع ايه فوليب انا كده بدلت و عاقبت ايه المحاصيل مع بعديها وهيحصل تبادل و تعاقب المحاصيل الصيفية والشتوية مع بعض تعالوا نشوف مع بعض التعريف الخاص بالدورة الزراعية يقصد بالدورة الزراعية النظام الذي تتعاقب بمجابه زراعة محاصيل معينة في مساحة محددة من الارض خلال فترة زمنية محددة زي احنا ما اتفقنا مع بعض ان الفترة الزمنية المحددة ديت بتتحدد على حسب المحصول الرئيسي اللي تعملت من اجله الدورة احنا عندنا مجموعة محاصيلة رئاسية على رأسها محصول القطن ومحصول الارض ومحصول القصب والسكر وفي الاراضي الجديدة محصول الفول السوداني فاحنا كده لو انا هزرع الفول السوداني عندي في نص الارض فانا هيكون عندي دورة ايه سلاسية فانا لو هزرعه في تلت الارض هتكون دورة ايه سلاسية لو هزرعه في ربع الارض يبقى انا عندي كده اربع ايه مساحات او اربع قطعات يبقى عندي دورة ايه ربعية وقدتها ايه اربع سنين احنا هنرجح تاني للتعريف بتاعنا يقصد بالدورة الزراعية النظام الذي تتعاقب بموجبه زراعة محاصيل معينة في مساحة محددة من الارض خلال فترة زمنية ايه محددة او ممكن نقول ايه هو نظام تعاقب وتبادل المحاصيل في قطعة ارض معينة في فترة زمنية ايه معينة التسمية الدورة طبعا احنا زي ما تكلمنا الدورة ايه اللي بيسميها مين اللي بيسمي الدورة الدورة بتتسمى حسب المحصول الرئيسي السائد في المنطقة او اللي انا عملت الدورة من اجله والمحاصيل الرئاسية دايما عندنا هنا وعامة احنا عندنا محصول القطن ده حسب المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الرئاسية بتتسمى الدورة ايه باسمه محصول قصب السكر لانه محصول معمر ويمكس في بقعاته اخسر من حوالي عشر سنوات محصول فل السوداني ده محصول رئيسي في الاراضي الجديدة محصول الرز في الأراضي الملحية والأراضي التي تزرع الرز تعالوا نشوف تسمية الدورة ويتم على إيه وتسمى الدورات عادة باسم المحصول الرئيسي وهو أهم محاصيلها في الوجهة الاقتصادية أكثر محصول بزات قيمة اقتصادية عالية أو زات ربحة عالية وعدد السنوات التي يوجدها المحصول في بقعاته حتى إعادة زراعته مرة أخرى يعني إيه؟ يعني أنا عندي محصول القطن والرز والفول السوداني دي يمكس في بقعاته سنة ممكن يأخذ أقل من سنة فأي حاجة أي محصول يمكس في بقعاته أقل من سنة تحسب إيه سنة عكس أصب السكر يمكس في بقعاته أكثر إيه من عشر سنين أو أكثر من ثلاث سنوات فمدة الدورة بتختلف في الحالة دية إيه عن باقي الدورات فيقال دورة قطن السنائية إذا كان المحصول الرئيسي قطن والفترة التي تنقض بين زراعة القطن في بقعة ما وإعادة زراعته للمرة الثانية في نفس البقعة سنة التالي يبقى احنا كده زي ما تكلمنا أن الدورة بتسمى باسم المحصول إيه الرئيسي ذات القيمة الاقتصادية العالية أو الزيادة الربحية إيه العالية الموجودة عندي إيه في المنطقة والدورة تسمى حسب المحصول ده وحسب مدة إيه الماكس بتاعه وإحنا قلنا الدورة قطن السنائية إذا كان المحصول رئيسه قطن والفترة التي تنقض بين زراعته زراعة قطن في بقعته وإعادة زراعته للمرة إيه السانية في نفس البقعة سنتاء ويقال دورة قطن السلسية إذا كانت هذه الفترة ثلاث سنوات وهكذا بالنسبة لباقي المحاصيل مثل القصف في الوجه الإبلي والأرز في الوجه في الأراضي الملحية مدة الدورة إيه هي مدة الدورة مدة الدورة زي إحنا ما اتفقنا اللي إحنا حسبناها قلنا دورة سنائية أو دورة إيه سلسية اللي هي الفترة الزمنية اللي هتضيها المحاصيل عندي متبادل أو في التبادل والتعاقب في قطعة الأرض دي تعالوا نشوف مدة الدورة مع بعض هي عدد السنوات التي تنقضي بين زراعة المحصول في حقول الدورة وإعادة زراعة تلك المحاصيل في نفس الحقول نعيد تاني هي عدد السنوات التي تنقضي بين زراعة المحاصيل في حقول الدورة وإعادة زراعة وإعادة زراعة تلك المحاصيل في نفس إيه الحقل فوائد الدورة الزراعية تعالوا نفكر مع بعض إيه هي فوائد الدورة الزراعية إيه اللي هيفيد عليه إن أنا هتطبق دورة إيه زراعية أنا عندي في المنطقة بتاعتنا أرض تنية إيه أرض تنية سقيلة هزرع فيها محصول القطن المحصول الرئيسي عندي إيه محصول القطن هضر بقى الدورة الزراعية ديت لما نفكر مع بعض ايه هي الفوائد هيعود عليها بايه اولا تحسين خواص التربة لما نعود وفكر مع بعض تحسين خواص ايه التربة ليه لان انا هختار محاصيل بوكولية مع محاصيل غير بوكولية يعني محاصيل مجهدة للتربة مع محاصيل غير ايه مجهدة محاصيل سطحية الجزور مع محاصيل متعمقة الجزور هقدر اتخلص من الحشائش هقدر اتخلص ايه من الحشرات تعالوا نراتب كلام مع بعضنا في نقطة أول نقطة مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض النباتية يبقى أول فايدة من فواد الدورة الزراعية مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض النباتية بمعنى أنا عندي على سبيل المثال حشيشة زي حشيشة الهلوك اللي بتطلع في المحصول في البلدي أو حشيشة الحمول بتطلع في البرسيم المصري دي من الحشائش المتطفلة أنا لما أعمل دورة زراعية أنا أبدل مكان زراعة المحصول فبالتالي هيقف عدم التقرار بتاعه في نفس المكان فبذرة بتاعة الحشيشة الموجودة في الأرض إيه هتموت طيب في بعض الحشيشة التانية زي إن جي الرجلة السعد القبر الحاجات التانية ممكن يحصل لها إيه ممكن أنا أزرع برسيم فأول حشة نبتت بعض البذور فأول حشة أنا حشيتها جينا في الحشة التانية نبت الجزء اللي متبك في التربة فأنا حشيته مع البرسيم جينا في الحشة التالتة لو في حاجة تانية نبتت من بذور الحشيش يبقى أنا كده أتخلص من جميع بذور الحشيش عن طريق حش النبتات التي تنمو في محصول البرسيم عن طريق الحش النقطة اللي بعد كده المحافظة على المادة العضوية والأزوت بالتربة إحنا اتكلمنا يعني إيه المحافظة على المادة العضوية والأزوت بالتربة إن أنا أنا بذرع محاصيل مجهدة مع محاصيل غير مجهدة يعني إيه محاصيل مجهدة؟ المحاصيل زي المحاصيل النجلية زي الأمح والزورة الشامية والزورة الرفيعة ولكن المحاصيل الغريب وجهدة اللي هي بتوفر النيتروجين أو تمتص النيتروجين الجوي وتثبته في الأرض في زورة أزوت وهي العائلة البوكلية أو المحاصيل البوكلية زي محصول البرسيم الفل البلدي الترمس الحمص والمحاصيل اللي حضراتكم عارفينها التابعة للعائلة البوكلية النقطة اللي بعد كده حفظ التوازن بين العناصر الغذائية في التربة يعني هي حفظ التوازن بين العناصر الغذائية أنا لو أعدت في المساحة اللي عندي ديات أنا هزرع محصول على سبيل المثال هو محصول الأمح كل سنة هزرع فيها أمح كل سنة هزرع فيها أمح مش هبدل فالأمح كمحصول بيمتص بعض العناصر الغذائية ويترك البعض الأخرى على سبيل المثال بشاره جدا لعنصر الزنك فبالتالي الأرض عندي هيحصل لها افتقار أو هتكون فقيرة في عنصر الزنك وذلك نتيجة لزراعة محصول قمحة أكثر من مرة فيها ولكن أنا لما اتبع الدورة الزراعية السليمة فهيحصل تبادل وتوافق الأمح عندي هنا استهلك الزنك هيجي أمح مكانه هيوفر لي عنصر الزنك فبالتالي هقدر أحافظ على التوازن الخاص بالعناصر الغذائية للتربة النقطة اللي بعد كده الاستفادة من العناصر الغذائية في طبقات التربة يعني الاستفادة من العناصر الغذائية في طبقات التربة احنا قلنا لما بنختار بعض المحاصيل بنختار محاصيل متعمقة الجزور ومحاصيل سطحية الجزور المحاصيل سطحية الجزور بتمتص المادة الغذائية بتاعتها والعناصر الغذائية من سطح التربة من الطبقة السطحية أما المحاصيل متعمقة الجزور فتمتص المادة الغذائية اللي هي خاصة بيها من عمك التربة أو من تحت سطح التربة مثال ذلك محصول الأمحة ده من المحاصيل سطحية الجزور بيمتص جميع العناصر الغذائية بتاعته من الطبقة السطحية لما نيجي المحصول القطن محصول القطن الجزر أصلي وتدي متعمق فبالتالي بيمتص المادة الغذائية بتاعته من تحت سطح التربة يعني أنا كده هابدل بين المحاصيل وهستفاد بجميع المواد الغذائية اللي موجودة في طبقات التربة المختلفة لما زرع محاصيل مختلفة في تعمق الجزور بتاعتها محاصيل متعمقة محاصيل متوسطة طلعونك ومحاصيل سطحية النقطة اللي بعد كده منع تراكم المواد السامة التي تفرزها بعض المحاصيل في التربة في بعض المحاصيل أنا لما بزرعها بتترك أثر سيء أو أثر سام في التربة مثل إيه زي محصول الكتان الجزور بتاعته بتترك أثر إيه سيء فبالتالي أنا لما بقاجي أزرع محصول بعديه فبلاقي المحصول طالع إيه تعبان أو لونه أصفر مش هب محتاج تغذية شديدة ومحتاج إيه شغلة شديدة علشان أقدر إيه أوصل لعادة الاقتصاد بتاعه ليه لأن محصول الكتان اللي قابليه ترك أثر سام إيه في التربة وكذلك بعض المحاصيل الخضر زي محصول إيه الكرومب محصول الكرومب الجزر بتاعه بيطرك أثر سام في التربة وبيأثر على المحصول إيه اللي بعديه فبالتالي أنا لما أتبع دورة زراعية سليمة هيحصل تبادل وطوافق بين المحاصيل فأنا أنا مش هيحصل تركيز للمادة السامة أن أنا زرعت كرومب في الفدان بتاعي ده سنة 2-3-4 سنين وزرع كرومب في الفدان بتاعي فبالتالي هيحصل تركيز للمادة السامة في التربة عندي فبالتالي هاجي أزرع أي محصول بعد كده مش هيطلع وهيسبب لي خسارة في المزرعة النقطة اللي بعد كده تنظيم الأعمال بالمزرعة يعني إيه تنظيم الأعمال بالمزرعة من عيوب العمل المزرعي أو الأعمال الزراعية موسمية العمل الزراعي يعني إيه موسمية العمل الزراعي يعني إحنا بنيجي في وقت زي أوقات السنة اللي إحنا فيها دية موسم حصاد الأمح الناس كلها معظم الناس الزراعية أمح عايزة تحصد فأنا بالتالي أنا محتاج عمالة كتيرة للحصاد وضم الأمح والتربية والدراس وكذلك بعض المحاصيل الأخرى زي الفل البلدي وكل المحاصيل الشتوية ولكن قبل كده كنت محتاج كمية عمالة قليلة علشان خطر عمليات التسميد ورأيه فقط لغير ولكن إحنا دلوقتي لما نيجي الحصاد محتاج كمية عمالة كبيرة إحنا لما تابع دورة زراعية سليمة هنظم العمل بالمزرعة أنا عندي القسم ده فيه النهاردة حصاد القسم الثاني فيه عزيق القسم الثالث فيه رأي القسم الرابح فيه تسميد فبالتالي هتبصت تلاقي الشغلة عندك في المزرعة شغال إيه كل يوم ومش هيحصل إيه تراكم للأعمال عندك وليجي عليك فترة أن ما تلاقيش عمل في المزرعة أو تيجي عندك وقت أنك أنت مش لاقي عمالة وعندك الشغلة كتير ومش عارف إيه تتصرف فيه النقطة اللي بعد كده توزيع الإراد على مدار السنة وعلى سنوات الدورة يعني توزيع الإراد يعني أنا على سبيل المثال هزرع محصول القطن ومحصول القطن بياخد معايا في الأرض 9 شهور حتى يتم جني القطن وأخذ العائد الاقتصادي بتاعه ويبدأ يدخلي إراد يدخلي إيه فلوس طيب خلال الفترة دي أنا عندي مقاومة وعندي عزيق وعندي رش وعندي تسميد طيب أنا هصرف عليه منين أنا لما يكون عندي في الدورة محاصيل مدة مكسهة قليلة فبالتالي أنا هاخد المحصول ده هبيعه والإراد بتاعه أصرف بيه على باقي المحاصيل يعني أنا كده وفرت الإراد عندي على إيه في المزرعة وعلى مدار السنة وفي سنوات إيه الدورة النقطة اللي بعد كده كل تعرض المزارعين للخسارة يعني إيه كل تعرض المزارعين للخسارة أنا عندي دخلت محصول سين في الدورة عندي وليه قسمه عندي وفجأة سعر المحصول ده نزل بقى سعره في الأرض طيب أنا لسه ما زرحتش للمحصول ممكن أخش أعمل تعديل الدورة بتاعتي وأزرع حاجة غير المحصول ده فأنا بالتالي أنا كده تفديت الخسارة لو أنا هخسرها لو أنا هزرع محصول إيه حصل فيه دوروب في الأسعار بتاعته أو حصل هبوط فيه في الأسعار بتاعته على سبيل المثال زي ما حصل عندنا في مصر من حوالي سنة ونص أو سنتين ارتفاع لسعر البطاطس سعر البطاطس ارتفع في العالي الكيلو كان بمبلغ وقدره وبعد كده المزارعين كلهم لما لقوا أن البطاطس غالية هراحوا زرعين كميات كبيرة فتاني سنة السعر نزل خالص بدل ما يحقق مكسب حقق خسائر لدى إيه المزارعين لأنه أصبح فيه كميات كبيرة مزروعة وكميات الطلب عليها إيه قليلة النقطة اللي بعد كده الاقتصاد في تكاليف خدمة الأرض يعني إيه الاقتصاد في خدمة تكاليف الأرض يعني أنا دلوقت كل محصول هزرعه هيحتاج مني حرط وتخطيط وتزحيف كل عملية هتم كده كل محصول هزرعه هيتم معا العمليات ديت عمليات الخدمة لإيه الزراعة ولكن أنا لما تبع دورة زراعية سليمة هقلل تكاليف الحرط وإيه والتخطيط إن أنا هزرع على خطوط المحصول إيه السابق هزرع على خطوط المحصول إيه السابق وبالبلدي أو الفلاحين والمزارعين يسموني يقولك أنا هزرع على البلاط يعني إيه على البلاط هيزرع بدون حرط الأرض ما تحرتتش فبتسمى أرض إيه بلاط الأرض البلاط اللي هي الأرض التي لم يتم إيه حرصها وبيزرع عليها إيه المحصول مكان المحصول السابق عشرة توفير مياه الري يعني ايه توفير مياه الري احنا عندنا طبعا لو احنا ما تتبعناش دورة زراعية سليمة هنبص نلاقي كل الناس في اماكن كتير هتزرعوا رزف اماكن متفرقة فالرزف من المحاصيل المحبة ايه للمية فهيبدأ يستهلك عند ايه كمية مية ايه كبيرة ولكن احنا لما نلتزم بدورة زراعية الخاصة بالمنطقة بتاعتنا هنقدر نوفر ايه مياه الري واستخدم الفائد من مياه الري للاستصلاح اراضي ايه جديد استعادة خزب الارض والمحافظة عليه والوقاية من التعارية استعادة خزب الارض والمحافظة عليه والوقاية من التعارية احنا النقطة دي شابهة الاول نقطتين اللي احنا تكلمنا فيهم ان احنا نزرع محاصيل مجهدة مع محاصيل بتبادل مع محاصيل غير مجهدة اللي هي المحاصيل بقولية والمحاصيل الغير ايه بقولية فبالتالي انا لما اتبعها هحافظ على خزب ايه وهحافظ عليها من التعرية يعني انا ممكن ازرع محصول بفتت التربة الجزر بتاعه بتفتت التربة لما هبدأ زراحته اكثر من مرة هيحصل تفتت للتربة هيحصل لها بعد كده تعرية وتجو이� بفعل الرياح او بفعل المياه ايه الامطار ولكن انا لما ازرع محصول في الدورة الزراعية بتاعتي بالتبادل مع محصول محصول مفاتت لحبيبات التربة مع محصول مجمع ايه فانا كده هحافظ على الارض بتاعتي وهحافظ على التربة من التعرية والتجوية على سبيل المثال احنا لو زرعنا الفول البلد والبرسيم المصري دي يتم المحاصيل اللي بتجمح وبيبط التربة عشان كده انا لما بحرة الارض عندي او بحرة المزرعة عندي مكان فول بلد او مكان برسيم بتطلع الارض فيها مدارات كبيرة وفيها قلائل كبيرة ليه لان حصل لها ايه تجميع بعكس لو انا هاحرص مكان زرع شمية او هاحرص مكان امح الارض بتطلع نعمة وبتطلع سيبة متفتتها حصل ايه تفتت لان الجزور بتاعتها بتفتت حبيبات التربة اتناشر زيادة انتاجية ونوعية المحاصيل طبعا انا متابع الدورة الزراعية هاقدر ازيد بالانتاجية بتاعتي وحقق اعلى انتاجية للفدان عندي باعلى ايه عاد اقتصادي وكذلك اقدر انوع المحاصيل عندي انا ما عنديش في الدورة بس محصول واحد انا عندي ممكن ايه 15 محصول 20 محصول حسب عدد المحاصيل اللي انا دخلتها كلها ايه في الدورة وهنتكلم عنها كمان شوية وهنشوف ازاي احنا بنختار المحاصيل اللي هتخش تشارك معايا في الدورة الزراعية اضرار عدم اتباع الدورات الزراعية ايه هي اضرار عدم اتباع الدورات الزراعية لو حضراتكم ركزتوا معنا في ال 12 نقطة اللي فاتوا لو احنا عكسناهم هم دول الاضرار يعني تعالوا نشوف مع بعض الأضرار هنتكلم فيها إزاي وهنشوف إيه اللي هيزكر فيها رقم واحد تدهور صفات التربة نتيجة الإصراف في استخدام مياه الري مما أدى إلى ظهور الأملاح نتيجة الارتفاع مستوى الماء الأرضي طبعا أنا لما أستخدم مياه كتير هيحصل ارتفاع مستوى المنسوب الماء الأرضي فالماء الأرضي عندها هيرتفع فهيعمل لي يعني كل التبادل الغذائي وهيقتل لي المحتوى الميكروبي المفيد للتربة وبالتالي هتبدأ الأملاح تتظاهر عندي على سطحي إيه التربة بعد ما أروى هبصة لا إيه ما هيحصل شوية جفاف الأملاح تتظاهر عندي على ظهر إيه الخطوط أو على ظهر الأني والبتون رقم 2 تبديد مساحة ضخمة من الأرض الزراعية في غير زراعة محاصيل غير استراتيجية وزاعة الربحية إيه العالية يعني إيه تبديد مساحة ضخمة من الأرض الزراعية في زراعة محاصيل غير استراتيجية وزاعة الربحية إيه العالية زي احنا ما اتفقنا من شوية وتكلمنا قلنا دلوقت إن المزارعين كلهم زرعوا محصول بطاطس سعر البطاطس علي فراحوا كل المزارعين زرعوا فحصل إيه دروب جامد في السعر فأصبح عندي فقط جامد فأحقق خسارة ولكن أنا لما أختار المحاصيل الاستراتيجية زي محصول الأمح محصول القطنق قصب المحاصيل اللي هي لا يمكن الاستغناء عنها ممكن من خلالها أحقق العائد الاقتصادي فأنا أحافظ على الأرض بتاعتي وأحافظ على المحاصيل من اتباع الدورة الزراعية يعني تبديد مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية في زراعة محاصيل غير استراتيجية على سبيل المثال في ناس بيقولك ايه ازرع نباتات طبية وعطرية الفدان في الريحان أو في البردقوش بيجيب سعر ايه عالي عن ايه لما تزرع أمحة وتزرع دورة فبالتالي انت كده ركنت محصول استراتيجي واستغنيت عنه بمحصول طبي وعطري فانت دلوقت هتعمل ايه بالطبي والعطري إذا السعر بتاعه نزل ولكن المحاصيل الاستراتيجية السعر بتاعها دايما سابت وعمره ايه ما بيتغير لان المحصول ده يقوم عليه اقتصاد الدول النقطة اللي بعد كده تلوس البيئة الزراعية نتيجة الاستخدام المفرد في الموبيدات نتيجة عدم اتباع دورات الزراعية لسنوات طويلة مما ادى الى زيادة مهاجمة الحشرات والأمراض النباتية والأفات الأخرى انا لما هتتابع دورة زراعية سليمة فانا عندي امراض والحشرات هتبدأ تنتشر عندي في الارض بصورة كبيرة فانا علشان اقاوم الامراض والحشرات هعمل ايه هتطرى اقاومها مقاومة كيموية لان المقاومة الميكانيكية والمقاومة اليدوية في الحالة دي في حالة الاصابة الكبيرة هتكون غير مجدية فهتطرى اقاوم بالمقاومة ايه الكيموية يعني انها هستخدم موبيدات في بعض الناس بيستخدموا موبيدات مصرح بها في بعض المزارعين بيستخدموا مبيدات غير مصرح بيها بتكون مضرة بالبيئة أو بالصحة فبالتالي أنا هعمل كده تلوث للطربة وهعمل تلوث للبيئة المحيطة ليا عن طريق استخدام المبيدات اللي أنا استخدمتها في المكافحة بتحتي النقطة اللي بعد كده نقص مساحة القطن المصري طويض للتيلة على مدى قرن من الزمان إحنا دلوقتي كان عندنا محصول القطن بتاعنا محصول طويلي للتيلة من أجود أنواع القطن على مستوى العالم ويسمى بالذهب الأبيض خصوصاً النقطة من الطاولة اللي بيزرع في الوجه البحري في منطقة المنصورة أو في محافظة الدأهلية ديت دلوقتي احنا حصل فيه تناقص شديد الناس بدأت تسيب القطن وتروح تزرع محاصيل تانية زي تقيمة عالية علشان تحقق ربحة عالي وبدأت تهم المحصول السراتيجي اللي هو بالتالي أدى إلى غلق مصانع كبيرة زي مصانع الغازل والنسيق النقطة اللي بعد كده عدم إمكانية تخصيص مساحات محددة من الأرض للزراعة محاصيل الحبوب للاكتفاء الزاتي منها أنا دلوقتي عندنا محصول الأمحة كمحصول استراتيجي مهم جداً لا يمكن الإسرناء عنه فبالتالي أنا لو هزرع محصول غير استراتيجي غير محصول الأمحة المساحة المخصصة لمحصول الأمحة هتبدأ إيه تقل فبالتالي الإنتاج عندي هيبدأ إيه 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 إيه؟ وهبدأ أعوض الإنتاج اللي هو قال عندي ده عن طريق استرات أمح من الخارج فاحنا كده زودنا على الدولة أعباء استرات محصيل زي محصول الأمح وتوفير العملة إيه الصعبة اللي أنا هستورد إيه بيها النقطة اللي بعد كده العوامل التي يتوقف عليها تصميم الدورة الزراعية احنا دلوقتي نصمم دورة يا شباب مع بعضنا دورة زراعية الأرض رملية أو أرض طينية ايه هي العوامل اللي هيتوقف عليها تصميم الدورة انا هصممها ازاي انا هاختار ايه هعمل ايه علشان في النهاية يكون عندي دورة زراعية سليمة اقدر اطبقها عندي في المزرعة وفي الحقل عنده وفي المنطقة لتحقيق اعلى ناتج اقتصادي للمحاصيل ايه الدخل في الدورة والمنزرعة اول حاجة نوع التربة طبعا نوع التربة بيختلف معايا ازاي انا عندي في مصر هنا نوعين عندي التربة الطينية وعند التربة ايه الرملية وعند تربة حديثة اصلاح ومنها التربة ايه الملحية فانا المحاصيل اللي هتزرح في الارض الطينية غير المحاصيل هتزرح في الارض الرملية غير المحاصيل هتزرح ايه في الارض ايه الملحية لو اخدنا مثال احنا دلوقتي محصول قطنا عندي ده محصول استراتيجيه ودورة هتتسمى باسمه ماينفحش اروح ازراعه في الارض رملية الفول السوداني ده من محاصيل الاراضي الاراضي الحديثة الاراضي الرملية الدورة بتبقى باسمه دورة فول سوداني انا ماينفحش اجيبه الفول السودان ازراعه في الارض ايه الطنية الناتج بتاعها هيكون ايه مش كويس تعالوا نشوف النوع التربة هنكلم عنه ازاي في الاراضي الرملية والصفراء الرملية يجود بها الشعير والترمس والسمسم والبرسيم والفول البلدي والفول السوداني والبطاطا دي في الأراضي الرملية والصفراء الرملية يوجد بها الشعير والترمس والسمسم والبرسيم والفول البلدي والفول السوداني والبطاطا في الأراضي الصفراء يزرع القمح والبرسيم والفول البلدي والزورة الشامية وفول الصوية في الأراضي الطينية يزرع القطن والأرز والبقول بأنواحها والقمح والزورة الشامية وقصب السوق ده في الأراضي الطينية النقطة اللي بعد كده مناخ المنطقة تعالوا نشوف مناخ المنطقة يعني ايه مناخ المنطقة عندي انا عندي دلوقتي احنا لما نتكلم على التوزيع الزراعي في جمهورية مصر العربية هنقول عندنا وجهين الوجه الابلي والوجه ايه البحري مناخ الوجه الابلي يختلف عن مناخ الوجه البحري في الوجه الابلي بترتفع درجة الحرارة وبتقل الرطوبة في الوجه البحري اعكس بتنخفض درجة الحرارة وترتفع ايه وبتزيد نسبة ايه الرطوبة فبالتالي أنا بختار المحاصيل اللي هي هتناسب عندي مناخ المنطقة تعالوا نشوف مع بعض يؤثر مناخ المنطقة على اختيار المحاصيل ولكل محصول الجو الملائم لنموه ليعطي أوفر إنتاج يعني قصب السكر بتجوز زراحته في الوجه إيه؟ الإبلي الأرز تجوز زراحته في الوجه البحري القطن طويلة التيلة تجوز زراحته في الوجه إيه؟ البحري ولا تجوز زراحته فيه؟ في الوجه الإبلي فالقطن الطويلة تيلة يلائمه مناخ شمال الدلتة ولا يلائمه جو مصر العليا لان درجة الحرارة بتأثر عندي على طول التيلة احنا بنقول قطن طويلة تيلة فبالتالي الحرارة والرطوبة بيأثروا على طول التيلة عندي في القطن فبالتالي انا بحدد مناخ المنطقة التي يوجود زراعة القطن فيها محصول قصب السكر يعطي اوفر انتاجه في مناطق الصعيد حيث الجو يساعد على قوة نموه وعدم انتشار الافات به علشان درجة الحرارة ايه عالية فبالتالي لما يتعلى درجة الحرارة بتعلى نسبة السكر فين في القصب وبيعلى عندي الاستقطاع ايه الكمال العدس يجود في بعض تجاهات الوجه الابلي بينما لا يجود بالوجه البحري العدس دايما بيزرح فين في الوجه الابلي ولا يزرح في الوجه ايه البحري يوجود زراحته في اي منطقة مناطق الوجه الابلي تلاتة نظام الري والصرف السائد في المنطقة يعني نظام الري والصرف السائد في المنطقة انا عندي منطقة استصلاح حديث نظام الري السائد فيها هيكون لاما برنامج رأي بالرش نظام رأي بالرش او رأي ايه بتنقية رأي ايه الحديث او رأي ايه بالرش ايه المحوري ولكن في الاراضي الطينية الاديمة او النظام الاديم بيتبع نظام الرأي بالغمر او رأي ايه باستخدام الالة يعني انا هغمر فبالتالي هنا هيختلف معايا هنا نظام في اختيار المحاصيل ونظام الري ايه عندي انا عندي بعض الاماكن اللي فيها المصارف لا اما مصارف مكشوفة او مصارف مغطاة في بعض الاماكن ما فيهاش مصارف خالص لمصارف مكشوفة ولا مصارف ايه مغطاة فبيحصل صرف للمياه زائدة في بطن ايه الطربة فبالتالي هنا كده نظام الري والصرف السائد في المنطقة دخل معايا في العوامل اللي هرعيها في تصميم الدورة نظام الرأي والصرف المتابع في المنطقة يحدد اختيار المحاصيل المنزارعة وتوفير مياه الرأي وقلطها يؤثران على نظام الدورات وكذلك نظام الصرف المنفذ في المنطقة زي ما قلنا في نظام صرف مغطى ونظام صرف مكشوف يعني أنا لو عندي هزرع رز الرز بيحب المياه كتير محتاج كمية رأي كبيرة فبالتالي أنا ما أقدرش أستخدمه في منطقة فيها صرف مغطى لابد من استخدام منطقة فيها صرف مكشوف بعد كده أسعار المحاصيل أسعار المحاصيل هتأثر معي ازاي أنا يهمني أن أنا أزرع المحصول بتاعي ذات عائد اقتصادي أنا عايز أكسب وانا عندي عمالها العمالها تحتاج يومية تحتاج أجرة كل يوم الأرض عندي محتاجة إيجار فأنا لابد أن أختار المحاصيل عندي المحاصيل السراتيجية ذات ربحية عالية يعني قيمة الربح بتاعها إيه عالي والسعر بتاعها إيه عالي ما فيش تزبزب في السعر إيه بتاعها يعني على سبيل المثال عندي محصول الأمح محصول الأمح التسعيرة بتاعته اسمها تسعيرة جبرية تحددها الحكومة المصرية تسعيرة جبرية تحددها الحكومة إيه المصرية يعني ما ينفعش إنها هروحها بيع لتاجر يقولي الأردب السنة دي مثلا بستمائة واربعين جنيه لا واحد يقولك لا أنا هاخده منك بستمائة وثمانين ما ينفعش هي الحكومة محددة فمحدش بيحيد عن التسعيرة إيه الجبرية اللي بتحددها إيه الحكومة عند ارتفاع سعر محصول معين تزيد المساحة المخصصة له وعندما يقل سعر هذا المحصول تنكمش مساحته تبعا لذلك وتدخل أسعار المحاصيل في نظام الدورات زي ما احنا اتفاقنا وتكلمنا في أول الحلقة الناس شافت البطاطس سعرها عالي هب كل ناس زرعت بطاطس جينا تاني سنة كل ناس زرعت مساحات كبيرة بطاطس سعر البطاطس فين؟ سعر البطاطس بقى في الأرض بقى الكيلو مش محصة الجن كربة أو بعد الأسواق عن المزرعة طبعا أنا لو عندي سوق قريب من المزرعة هاختار المحاصيل اللي أنا هقدر سوقها في السوق ده ممكن أختار محاصيل الخضر اللي هي جنب المدن هاخد الخضر هسوقه لسوق المدينة ولكن المزرعة بتحتي لو بعيدة عن السوق لا ده أنا هاختار محصول أزرعه يتحمل معايا النقل والتعبئة يتحمل النقل إيه والتعبئة ولكن لو أنا المحصول عندي قريب من السوق ممكن أختار محاصيل الخضر ومحاصيل الخضر غضة ورهيفة تحتاج إلى عناية ورعاية أثناء إيه جمعها وتسويقها ولكن أنا لو المزرعة بتحتي بعيدة عن السوق أختار محصول يتحمل النقل والتعبئة يتحمل النقل إيه والتعبئة فالأراضي قريبة من المدن تزرح فيها المحاصيل التي يسهل توزيعها على سكانه المدن فتكسر فيها مزارع الخضر زي ما اتفقنا ويهي تاني أما الأراضي البعيدة عن المدن والعمران فتقتصر زراعتها على المحاصيل التي تتحمل الشحن والنقل والتخزين حيث تنقل منها دفعة واحدة أنا حصدت محصول الأمح بتاعي ودرسة نهاردة قمت بعملية الدراس عبيت الأمح بتاعي في شولة شلت الأجولة بتحتي جات عربية حملتهم كلهم إيه مرة واحدة معاي عشرين أردب معاي تلاتين أردب هنقولهم كلهم مرة واحدة المغزن إيه واحد لاقي إيه مسافة هيتحمل معاي بعد كده إيه النقل المحاصيل الشائع زراعتها بالمنطقة يعني إيه المحاصيل زراعتها بالمنطقة المنطقة عندي أنا رحت عملت في الدورة الزراعية بتاعتي عملت أنا راجل مهم ورحت مدخل محصول فول بلدي والمناطق حوالي ما فيهاش فول بلدي الفول البلدي كل واحد ما عدي على الغيد بتاعتي هينزل ياكل فول بلدي من عندي فبالتالي كده المحصول بتاعي هيقل ليه لأن أنا خليت فاكهة زراحتها لفصورة فاكهة بقوله تعالى أنا عندي محصول مش مزرع عند أي حد تعالى يعاموا كل من عندي فكل منها بودب هينزل عندي إيه الغيد بتاعتي هاجز أحط الحصاد مش هلاقي إيه حاجة ليه للناس أكلوهم إيه خضر يبقى المحاصيل الشيعة زراعتها إيه بالمنطقة لكل منطقة محاصيل تنتشر زراعتها بها على نطق واسع فإذا أراد المزارع يدخل محاصيل جديدة فإنها قد تكون عرضة للإصابات بالأفات أو أكل الحيوانات إيه والطيور سبعة رأس المال وحجم المزرعة طبعا أنا معايا رأس مال كبير والمزرعة كبيرة أقدر أدخل محاصيل كبيرة وأقدر أصرف عليها ولكن أنا مزرحتي أليلة حجمها أليل ورأس المال بتاعي لسه صغير فهفتحش في المحاصيل اللي هتاخد رأس مال كبير معي تعالوا نشوف هتقولي إيه يتوقف نظام تعاقب المحاصيل ومساحتها حسب حالة المزارع المزارع الاقتصادية فكبار المزارعين يستطيعوا أن يزرعوا المحاصيل التصدرية التي تحتاج لنفقات كبيرة بينما صغار المزارعين يزرعوا المحاصيل قصيرة للأجل قليلتين نفقات والتي تدر دخلا سريعا يعني أنا دلوقت أصحاب المزارع الكبيرة يروح يزرع لك وعنده رأس مال كبير يزرع المحاصيل التصدرية هتلاح تصدير ولكن أصحاب المزارع الصغيرة هيزرع محاصيل ايه تقليدية أو محاصيل ذات النفقات ايه ولا يلا علشان تدر عليه فلوس خلال ايه السنة تمانية توفر الايدي العاملة طبعا قبل ما صمم دوره لازم أعرف نظام العمال عندي هقدر أوفر عمال ولا مش هقدر لو أنا هدخل محصول خضار الخضار محتاج عندي جمعه كل يوم طب الجمعه كل يوم يا طرق العمال موجودة عندي كل يوم ولا هبعت أجيبها من بلد تانية فلابد من توفر الايدي العاملة في المنطقة عندي لأنه هطبق فيها ايه الدورة أو هختار لها المحاصيل بتاعة الدورة من العوامل الهامة في زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى خدمة كبيرة مثل الأرز والقطن والقصب وتوافر الايدي العاملة لأن هذه المحاصيل تحتاج الايدي عاملة كثيرة طوال فترة نموها بالأرض محصول القصب محتاج كل شوية تربيط نزع سفير بعد كده كسر تنظيف تحميل حتى ايه وصوله ايه للمصع يعني انت شغال ايه على طول القطن محتاج مقاومة حشاش مقاومة أفات عزي رش تسميل ري حتى ايه الجمع وعمل ايه هتجمع فبالتالي لابد من توافر ايدي عاملة علشان تقوم بالعمليات الزراعية اللي هي ايه خاصة بمحصول القطن تسعة القوانين انا عندي قوانين بتنظم الزراعة المحاصيل عندي هنا في جمهورية مصر العربية ما ينفحش ازرع حاجة خارجة عن القانون ازرع حاجة خارجة ايه عن القانون على سبيل المثال احنا هناخدها مثال بسيط كده احنا لو رحنا محافظة صهاجة او رحنا محافظة انا وقلنا هنزرع ارز هناك هينفع لا مش هينفع ليه لان احنا دلوقتي فيه سياسة وفيه قوانين تشرعية نظمت زراعة المحاصيل وكل محصول فيه في منطقة معينة فانا مش هاجب محصول بيستهلك مية من الواجه البحري اروح ازرعه في الواجه الايبلي في درجة الحرارة العالية فبالتالي ايه هيكون احتياجاته من المية ايه كتيرة جدا تلجى الحكومة في كثير من الاوقات الى تحديد المساحات التي تزرع من المحاصيل الرئاسية والتي لا يجوز تجاوزها ولا هذا فالمزارع ملزم بتنفيذ هذه القوانين والتصرف حسب ما يراه في بقية المساحة يعني لو انا عامل دورة ارز والحكومة قالت هنتخفض كمية الرز السنادي المنزرعة فبالتالي لابد ان اخفض كمية ايه الرز اللي انا هزرعها وابدأ اشوف محصول جديد يخش مكان ايه الرز حالة الامن بالمنطقة الواقعة بها المزرعة هروح ازرع القط يجي حد يسرقه بالليل يجمعه بالليل ويغطه هزرع فول بلدي اي حد ماشي يجي ايه جامع شوية فول كده خضره واختهم ايه وماشي فطبعا حالة الامن بالمنطقة يتوفر عليها ايه حاجات كتير ليه لان اي حاجة هتضيع من المحصول هتأثر عليك ايه بالسلب بنتيجة ايه اقتصادية سلبية وهيكون المحصول بتاعك ايه قليل فلابد من حالة الامن بالمنطقة يكون امن ايه مستتب انا هزرع ايه الرز في المنطقة دي الرز محتاج مكانة شغالة على طول كل يوم مكانة الماء تشتغل لو انا بطلت المكانة من هنا روحت البيت رجحت لقيتها اتتغذت اتسرقت فحالة الامن هنا كده ايه انا كده خسرت تمن ايه مكانة ايه جديدة فلابد من عند اختيار المحصيل والتنفيذ دورة زراعية لابد ايه من العوامل اللي رعيها ايه حالة الامن ايه في المنطقة تراعى ظروف الامن في المنطقة قبل تحديد المحصيل التي تزرع فاذا كان الامن غير مستقر لا تزرع المحصيل التي يخشى من سرقتها او استهلاكها ايه خضراء زي ما تكلمنا كده زي محصيل ايه الخضر او محصول الفول البلدي تصميم الدورة تعالوا بقى نشوف الدورة هنصمامها ازاي الدورة احنا دلوقت عرفنا العوامل اللي احنا هنراعيها مع بعض تمام فتصميم ايه الدورة وفوائد الدورة واضرار عدم اتباع الدورة ايه الزراعية ايه تعالوا نشوف مع بعض تصميم الدورة الزراعية بقى مش ازاي هو اختيار المحاصيل وتحديد مساحة كل محصول وترتيب زراعة هذه المحاصيل أثر بعضها البعض يعني ايه يعني أنا هختار المحاصيل هختار في الدورة بتاعتي هختار محصول القطن برسيم مستديم أمح زراء شمية زراء رفيع هدخل حلبة فول بلدي ده يحتاج مثلا 15 فدان ده 15 ده 20 ده 5 ده 5 ده 5 يبقى ديت المساحات بتاعت المحاصيل أنا حددتها حسب المحاصيل لأنا اخترتها فهو ده ايه تصميم من بداية ايه التصميم هو اختيار المحاصيل وتحديد مساحة كل ايه محصول وترتيب زراعة هذه المحاصيل أثر بعضها ايه البعض خطوات تصميم الدورة الزراعية تعال نشوف الخطوات اول خطوة هنتبهها في تصميم الدورة الزراعية ايه لحد ما نوصل الدورة الزراعية المنشودة معنا خطوات تصميم الدورة الزراعية رقم واحد اختيار محاصيل الدورة هنختار محاصيل الدورة طيب هنختار محاصيل الدورة بناء على ايه احنا قلنا هنختار بناء على اربع حاجات ايه مهمين هم اللي اربع حاجات اولا محاصيل بوكلية اللي هي محاصيل غير مجهدة مع محاصيل مجهدة تمام محاصيل مجهدة مع محاصيل ايه غير مجهدة محاصيل متعمقة الجزور مع محاصيل سطحية ايه الجزور تعالوا نشوف مع بعض وذلك بناء على ما تقضي به العوامل الخاصة بذلك نوع الأرض، نظام الري، أسعار المحاصيل، القوانين الزراحي اتنين، تحديد مساحة ما يزرع من كل محصول أنا اللي بحدد، أنا دخلت هزرع حلبة، أنا عايزة حلبة أنا دخلت خمس فددين حلبة، دخلت عشر فددين زرع شمية أو دخلت خمس فددين كتان، أنا اللي اخترت المساحات ولكن المحصول الرئيسي هو اللي بيكون ليه النصيب الأكبر ليه؟ لأنه هو اللي هيحدد لي مدة الدورة أو إذا كانت دورة سنائية أو دورة سلاسية وذلك وفقا للعوامل الخاصة بذلك في تصميم الدورة وأهم النقاط التي تراعى في ذلك هي أهم النقاط الأسمان النسبية للمحاصيل تحقيق استمرار العمل على مدار السنة إمكانية خدمة الأرض لزراعة المحاصيل في وقت ملائم تحقيق حاجة المزارع وأصراته ومواشية من إنتاج المزارعة تطبيق الكوانين المعمول بها أي مزارع أو أي فلاح مرب ماشية عنده في البيت عنده رصين، عنده ثلاثة، عنده أغنام، عنده معز فبالتالي أنا لابد أن أنا أراعي أن في تصميم الدورة أدخله محصول علفي علشان يخدم المشياء بتاعته، هو هيوكلها منين؟ لابد من دخول محصول علفي في الدورة الزراعية لكي تتغذى عليه المواشي اللي هي عند المزارع تحديد مدة الدورة وذلك بتطبيق المعادلة الأتية هنحدد مدة الدورة بتطبيق المعادلة الأتية مدة الدورة بتساوي عدد سنوات الدورة اللي هي مدة الدورة بتساوي مدة ماكس المحصول الرئيسي بالسنين على نسبة ما يجغاله من مساحة بمعنى لو إحنا قلنا أن القطن عندي هزرع 15 فدان قطن 15 فدان زورة شامية 15 فدان فلسوية دول محاصيل صيفية محاصيل صيفية طيب أنا هعرف إزاي أن القطن بتاعي واخد نص المساحة أو واخد تلت المساحة فأنا بحسب المزارعة من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية هجمع المحاصيل الصيفية كلها وشوف المحصول الرئيسي بيمثل إيه لو بيمثل السلس يبقى أنا كده هيكون عندي دورة إيه سلاسية مدة ماكس المحصول الرئيسي هيكون سنة واحدة على نسبة ما يجغاله من المساحة على التلت واحد على تلت هتساوي كم هتساوي تلت سنوات لكن لو هيمثلوا النص هيبقى واحد على نص هيطلع عندي إيه مدة الدورة بتاحت دورة إيه سنائية عدد السنوات هتكون إيه سنتين يبقى المعادلة عندي بتقول عدد سنوات الدورة ومدة الدورة بتساوي مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين على نسبة ما يجغاله من مساحة الأرض ما اعتبر موسم نمو المحصول سنة كاملة وينقل عنها زي ما اتفقنا في أول الحلقة قلنا أن المحصول هياخد 6 شهور أو 8 شهور أو 9 شهور بيتحسب سنة معدى القصب معدى القصب لأن القصب محصول معمر بيقعد أكتر من 5 سنين و10 سنوات بعد كده تحديد عدد أقسام الدورة أو عدد حقول الدورة أنا دلوقت عملت صممت الدورة أنا عرفت عدد السنين عندي عندي 3 سنين طيب عدد الأقسام هيسوي إيه؟ برضو عدد الأقسام له معدلة هنعرفها هتيجي إزاي وهنحسبها إزاي بقى تحديد عدد الأقسام هيتحدد إزاي؟ إذا كان المحصول الرئيسي معمرا ولا تجد زراحته إلا بعد انقضاء المدة المكررة لتعقيره بالأرض كالمتابع في زراعة القصب غالبا فإن أقسام أرض الدورة هتساوي هتساوي إيه؟ عدد الأقسام قال لك هتساوي عدد سنوات الدورة اللي هي مدة الدورة اللي هي 3 سنين على مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين يعني أنا عندي محصول قط هناك طلع 3 سنين يبقى مدة ماكس والسنة يبقى 3 على 1 يبقى عدد الأقسام هتساوي 3 يبقى هنا في المحاصيل الحولية أو الغير معمرة يبقى عدد سنوات الدورة بتساوي عدد أقسام الدورة لو أنا عندي عدد سنوات الدورة 3 عدد الأقسام هيكون 3 عندي عدد السنوات سنتين يبقى عندي عدد الأقسام سنتين عندي عدد الأقسام 4 سنوات هيكون عندي أسف عدد السنوات 4 سنوات يبقى عندي عدد الأقسام كام 4 أقسام فمثلا إذا تكرر زراعة القصف في دورة مدتها 6 سنوات بحيث يعمر في بقعاته ثلاث سنوات لا يزرع منه شيء إلا بعد انقضاء كل هذه المدة فإن عدد أقسام أرض الدورة هتساوي 6 على الثلاثة هتساوي قسمين فإن كل قسمة هيمثل كم سنة؟ كل قسمة هيمثل ثلاث سنين ليه يا باشا؟ لأن عندي قلنا محصول القصب محصول معمر ليه؟ يعني مش هتشيل القصب وهتزرع مكانه حاجتان هو قاعد معاك الفترة كلها ثلاث سنين، ثلاثة أو ثلاثة ست سنين أما إذا كان المحصول الرئيس حوليا مثل الفل السوداني أو الأرز أو معمرا ولكن تجدد زراعاته كل سنة مثل القط فإن عدد أقسام الدورة بيساوي عدد سنوات الدورة زي احنا ما قلناه من شوي يكون هناك سنة أو سنوات تمهدية قبل زراعة القصب والتي تحسب من القانون التالي، يعني أنا محصول القصب عندي لو أنا عندي ست سنين فأنا ممكن أضيف سنة أو أضيف سنتين تمام؟ بتسمى سنة تمهدية ليه السنة التمهدية؟ سؤال ممكن يجيلك علل يضاف سنة أو سنتين تمهديتين لدورة قصب السكر وذلك للحصول على قصب خلفة لزراعاته في الغرز إيه؟ لأول مرة يعني أنا هيكون عندي قصب غرز هزراعه إيه؟ خلفة هاخد القصب الغرز هزراعه إيه؟ خلفة أو هعمله تقاوي للجزء التالي يكون هناك تشوف عدد سنة وتمهدية هيساوي إيه؟ عدد سنة وتمهدية هيساوي نون ناقص واحد حيث نون هي مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته إيه؟ بالسنين خمسة رسم الشكل الرباعي ويقسم شكل أقساما عددها يساوي عدد أقسام أرض الدورة يعني إحنا لو قلنا عندي عدد سنوات ثلاث سنين وعدد الأقسام طبعا سواء ثلاث سنين يبقى شكل الرباعي يكون مقسم من كم خنات؟ يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسح خنات يبقى هنشوف مع بعض التقسيم بتاع الشكل دي لدورة سنائية دورة إيه سنائية؟ يعني عدد السنوات سنتين وعدد الأقسام إيه؟ قسمين فأنا عندي هنا الشكل الرباعي اتقسم لكم قسم؟ اتقسم إيه لقسمين؟ يعني نص الأرض في المساحة نص الأرض في السنة الأولى الزرح فيه خمسين فدان برسيم تحريش ثم خمسين فدان قط السنة الثانية نص الأرض الثاني الزرح فيه عشر فددين برسيم مسئوي زائد اتناشر فدان حلبة زائد خمستاشر فول بلدي زائد طلاتاشر فدان أمح ثم خمسة وعشرين فدان زرح شمية زائد خمسة وعشرين فدان فول سوية احنا لو جمعنا المحاصيل الشتوية اللي هي مزروعة لابد أن تسوي مساحة المحاصيل الصيفية في السنة الثانية بدلنا ديه مكان ديه احنا بنقول نظام تعاقب ايه وتبادل ايه المحاصيل في قطعة أرض ايه معينة واحنا اعتبرنا أن الأرض بتاعتنا ديه عبارة عن ملعب كرة ايه القدم تمام وجينا بين خمسة وربعين ديه غيرنا ايه الملعب اعتبر ديه الشكل ده شكل ايه الملعب عندك شايفين الخمسين فدان راحوا بقى في الشوت التاني او راحوا في السنة التانية نزلوا في الملعب الجديد تمام والفريق التاني او المجموعة التانية طلعت ايه فوق يبقى انا كده اصبح عندي في السنة التانية حصل تبادل وطوافق ايه للمحاصيل والتعاقب بتاعها في الدورة الزراعية ايه بتاعتي ديه الدورة ايه دورة سنائية دورة قطن ايه سنائية دي احنا حطينا على سبيل المثال لشرح علشان تشوفوا شكل التوزيع بتاع المحاصيل داخل الشكل ايه الرباعي بتاعنا ستة تقسيم المحاصيل التي تم اختيارها الى شتوية وصيفية ثم الى بقولية وغير ايه بقولية تعال نشوف المحاصيل هقسمها تتقسم ازاي سبعة توزيع المحاصيل على الاقسام بحيث يخصص المحصولة رئيسي قسما ايه كاملا في النقطة اللي فاتت احنا قلنا طبعا احنا بنقسم المحاصيل بتاعتنا محاصيل شتوية ومحاصيل ايه صيفية ومساحة المزرعة عندي بطلحها منين وقلناها تحسب مساحة المزرعة بتساوي اجمالي مساحات المحاصيل الصيفية انا ما اقدرش ادخل مساحة المحاصيل الشتوية في حساب ايه المزرعة ليه لان المحاصيل الشتوية في الوقت ده بيخش فيها برسيم تحريش لا يحسب من ضمن ايه المساحة فالاساس عندي السابت اللي انا بقدر احسب عليهم مساحة المزرعة ألا وهو مجموع أو إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية وتوزيع المحاصيل على الأقسام بحيث يخصص للمحصول الرئيسي قسما كاملا المحصول الرئيسي اللي احنا شفناه كقطنا في الشكل الربعي اللي فات واخد قسم بحاله واخد قسم بحاله ما ينفحش أقول 15 فدان قط وجنبها 5 فددين زورة شمية ما ينفحش أعمل كده ليه؟ لأن المحصول الرئيسي لابد أن يكون له قسم كامل مستقل بسيعته بعد كده هنتكلم عن نقض الدورة طبعا إحنا عملنا الدورة بتاعتنا هو تعايزين ننقطها نشوف إيه الأخطاء اللي أنا إيه وقعت فيها وعملتها أول حاجة تنقط الدورة للتأكد من طباقتها للعوامل التي سبق شرحها والإجابة على هذه الأسئلة هنشوف الأسئلة بقى اللي أنت تنقط عليها إيه الدورة هل يوجد بعد كل محصول وقت كافي لتجهيز الأرض وزراعتها بالمحصول التالي في الموعد إيه المناسب؟ رقم اتنين هل المحاصيل تخدم بعضها في الاحتياجات السمادية يعني محاصيل مجهدة مع محاصيل إيه غير مجهدة؟ رقم ثلاثة هل الدورة تكفل المحافظة على خصب التربة؟ رقم أربعة هل الدورة تساعد على مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض؟ دي أسئلة بتسألها لنفسك قبل ما تنقط إيه الدورة يبقى إحنا كده النهاردة اتكلمنا مع بعض عن الدورات الزراعية التعريف بتاحها وقلنا الدورة الزراعية هو نظام تعاقب وتبادل المحاصيل الزراعية في قطعة أرض معينة والفترة الزمنية إيه معينة وشفنا الشروط الواجب مراعاة عند تصميم الدورة الزراعية وإزاي أنا بختار المحاصيل اللي هي دخلة عندي في الدورة إيه الزراعية وأهم ما يراعى عند تصميم دورة زراعية لأوصل الدورة إيه المنشودة وكذلك إزاي أحسب عدد سنوات الدورة وإزاي أحسب عدد أقسام الدورة فإحنا قلنا عدد سنوات الدورة جبناها ازاي من المعدة اللي هو عدد سنوات الدورة بسوى مدة ماكس المحصول الرئيسي على نسبة ما يشغاله من مساحة وبكده نكون وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة وأنا استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته